فرد جهود الدولة في ملف استعادة واسترداد الأثار المصرية المهربة للخارج عن نجاحات كتير وتكللت بعودة ألماءات من القطع الأثرية في الفترة الأخيرة وده اللي بيطرح إمكانية إعادة استخدامها من جديد وعرضها بالمتاحف يعني هنتكلم في الموضوع ده مع ضيفي دكتور شعبان عبد الجواد رئيس قطع الأثار المستردى والمهربة بوزارة السيحة والأثار أهلا بيك يا فندم أهلا بحضرتك يا فندم وأستاذ المشاهدين أهلا بحضرتك وطبعا ملف مهم وموضوع مهم الأول قلنا هل إحنا عندنا حصر بعدد القطع اللي استرددتها مصر من الخارج طبعا أكيد إحنا عندنا حصر بكافة القطع اللي إحنا تم استردادها وفي المقدمة بس لازم المستدر مشاهدين يعرفوا إن القطع ده أو الإدارة دي أنشأت في عام 2002 يعني دلوقتي تقريبا لها 19 سنة وده قدرت تنجح فيه بنقسم الفترة دي إلى فترتين فترة ما قبل صورة يناير واستردت مصر تقريبا 6 ألف قطع أسرية ما بعد يناير الفترة من يناير وحتى 2013 كان فترة الاسترداد قليلة شوية نظرا للوضع السياسي اللي كان موجود في مصر في الوقت ده ولكن من بعد 2014 وإحنا عملنا الحمد لله لنا جهات كبيرة جدا يكفي أن أقول لحضرتك أن نحصل لعدد تقريبا لحوالي 29 ألف قطع أسرية منهم صحيح 21 ألف وستمائة وستين قطعة عملة ولكن أكتر من سبع تلاف قطع أسرية تم استعادتهم قطع مميزة جدا ويتم بعض منها دلوقتي في المتاحف مثل المتحف الغرداء ومتحف شرم الشيخ والمتحف المصري والمتحف الحضارة الذي شرفها بفتتاحه فقامة الرئيسة ده من 2014 لحد النهار ده العدد اللي حارتك بتقول تمام ممتاز طب هل في أيضا إحصاء رسمي إحنا كلمنا عن القطع اللي عادت هل في إحصاء رسمي بالقطع المهربة للخارج عددها قد إيه؟ في إحصاء رسمي موجود للقطع التي تم تهريبها وهي مسجلة في سجلات وزارة الأسار ولكن مصر بتعاني من ظاهرة اسمها الحفر خلصة في المواقع الأسرية والحفر خلصة هو غير مسجل وغير مدرج وغير منشور وده اللي احنا ما عندناش حصر كامل به لكن اللي تم خروجه من المتاحف المصرية والمخازن ومسجلة هو فعلا مسجل عندنا وإحنا بنتتبعه الحمد لله قدرنا فترة أخيرة نسترد مجموعة منه وما زلنا نتابع باقي القطع الأسرية فور ظهورها في صلاة المزالات أو في الأسواق العالمية إيه الأعداد؟ ممكن تدينا فكرة مثلا عن عدد القطع اللي هي مسجلة اللي ترابت لك المسجلة العدد مش كبير يعني لا يتجاوز 3000 قطع أسرية ده اللي خرج من مصر بعد وهو مسجل ولكن القطع الأكبر هي اللي خرجت عن طريق الحفر خلصة في المواقع الأسرية يعني قولي الفراغ التشريعي بعدم وجود قانون يجرم بيع وتجارة الأثار قبل عام 83 إيه زي ده ساهم وساعد في تفاقم ظاهرة الاتجار غير يعني غير طبعا الشرعي في الأثار؟ هو مش مش مسألة فراغ التشريعي في الفترة دي ولكن كان القائمين على العمل فيه على الأثار في الوقت ده منذ عام محمد علي وحتى وقت قريب كان أجانب علم الأثار هو كان علم قائم عليه الأجانب أكثر من المصريين وإنك نحن فترة أخيرة قدرنا المصر العلم ده وبدأ المصريين هم اللي هم ليهم اللي يده الطولة فيه ولكن مصر من أوائل الدول التي أصدرت قوانين لتنظيم عمل الأثار فصدرت لقاحة 1835 من أيام محمد علي باشا وبعد كده بعد اللوايح في سنة 79 وصدر أول قانون هو 1912 وده كان قانون الإسمة كان البعثات الأثارية اللي بتعمل في مصر كان بتقتصم الأثار مع الحكومة المصرية ثم جاء قانون 1951 واللي كان بيستلزم وجود شهادة تصدير من الحكومة المصرية مع القطع الأثارية وده اللي موجود منه قطع أثارية كتير في المتاحف العالمية ثم جاء قانون 83 واللي حرم تجارة الأثار وإهداء كمان كان فيه عملية الإهداء كان فيه كتير من حكام مصر كان بيقوموا بعمليات إهداء لبعض القطع الأثارية مثل ما حدث في أيام محمد علي وحدث في أيام الزعيم الرحل جمال عبد الناصر في عملية إنقاذ أثار النوبة لما أهدى مجموعة من المقاصير الصغيرة لبعض الدول التي سهمت في عملية تمويل السد العلي طيب إزاي شايف منظومة القوانين اللي بتحكم عملية تداول الأثار في الوقت الحالي في مصر إحنا قدرنا في الفترة الأخيرة مثلا مصر عدلت قانون الأثار سنة 2010 وسدت كل الصغارات وغلزت العقوبات على عمليات الإتجار في الأثار وعلى عمليات التداول كمان غلزت القانون تاني مرة تانية في 2018 أضفنا مادة كمان في 2020 وهي أن يعاقب كمان بالحبس والغرامة كل من يقوم بتجارة الأثار حتى لو من وقعت الجريمة خارج مصر ودي كان تطور كبير جدا لأن احنا صحيحنا مش نقدر نعاقب الأجانب ولكن مجرد أن احنا نبلغ الإنتربول بي فدي هيبقى سابقة كبيرة جدا وبنحاول بقدر الإمكان نتماشى مع كل العصر مع التغييرات اللي بتحصل عشان نتعقب كل المهربين واعتقد أن النجاحات الأخيرة قدت إلى أن كثير من العالم بدأ يضع عينه على مصر وما تكون به مصر في مجال استرداد الأثار طيب عايز أعرف برضو دكتور شعبان إزاي بتتبعوا وتتتبعوا يعني الصلاة المزادات اللي بتبيع يعني أو بتعرض القطع المصرية المعروضة للبيع طبعاً إحنا الإدارة عندنا قائمة على متابعة كافة المزادات والصلاة الموجودة وعمليات البيع التي تتم في الخارج سواء كانت أونلاين عبر مواقع البيع المباشر مثل أمازون وإي بي وغيرها وكذلك الصلاة المزادات وما يتم ضبطه في المطارات والمواني المصرية ده طبعاً بيتم من خلال الإدارة اللي باشرف برئاستها وبيتم على مدار الساعة على مدار 24 ساعة يتم المزادات كثير من دول العالم تجارة الأثار هي تجارة مشروعة وليس محرمة وده اللي ساعد مصر كتير في استرداد الأثار هو المتابعة الضقيقة لكل ما يتم عرضه سواء كان في صلاة المزادات أو في مواقع البيع الإلكتروني أو ما يتم ضبطه في المواني والمطارات الدولية